لن نروح لخبر آخر والحقيقة تجربة هامة جدا نتمنى تعميمها في شوارع وميادين مصر وكم من حوادث حدثت وتم يعني الوقوف عليها والحقناها بعد المراقبة بكاميرات محلات كانت موجودة في الشارع ولكن النهاردة احنا بنتكلم وطبعا بغرض التأمين هيتم تركيب 157 كاميرا شغالة بنظام المراقبة الإلكترونية في المداخل الرئيسية والميادين والشوارع والمحاور الهمة في 6 أكتوبر وده تم بتعاون مع مجلس أمناء المدينة بتنسيق مع وزارة الداخلية خلوني أقول لحضراتكم أن الكاميرات توزعت في 45 موقع مختلف في المدينة هتغطي أغلب المداخل الرئيسية والميادين والشوارع والمحاور والمقار الخدمية الهمة في 6 أكتوبر المنظومة دي هتشتغل من خلال غرف التحكم الرئيسية المهنس شريف الشربيني هو رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر قال أنه شغالين على إتمام أعمال تركيب أعمدة الكاميرات في الأماكن المحددة اللي تم اختيارها ده طبعا بتبقى لنوعية الكاميرات وأكيد التجربة مهمة جدا لرصد أي مخالفات بالإضافة لخطة المدينة المستقبلية اللي بتستهدف تركيب إشارات مرور ذكية مدعمة بكاميرات مراقبة والحقيقة زي ما قلت لحضراتكم كم من هذه الكاميرات لو كانت موجودة كانت كنا ممكن نلحق حوادث كثيرة وعلى جانب آخر كم كبير يعني أو فعلا فيه كاميرات بتاعت محلات خاصة لحقتنا في حوادث أكثر فنتمنى تعميم هذه المسألة في شوارع ميادين وكل المدن المصرية